أكد سفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر كاب 27 أن الولايات المتحدة الأمريكية من كبريات الدول التي تستجيب لموضوعات وقضايا تغير المناخية مع كونها من كبريات الدول المصدرة للإنبعاتات وخلال مؤتمر صحفي أشهر أبو المجد الأهمية ما تبدله واشنطن من جهود لدعم الدول النامية الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول التي تستجيب والتي تطلق الجنب الأكبر من الإنبعاتات ولكنها أيضا أكدت التزامها بالمشاركة والمساهمة في تقديم المساعدة والدعم والتنفيذ الخاص للدول النامية ومن خلال منظورنا كهيئة رئيسة الكوب فإننا سوف يقوم السيد رئيس الكوب السيد سامح شوكري بتقديم العديد من الهروض وكذلك أيضا السيد جون كيري وهناك الكثير من الأمور هناك المبادرة الخاصة بالتكايف مع أفريقيا والتي دعمتها الولايات المتحدة كان هذا منذ تسعة أشهر يجري التجهيز لهذه الحزمة من الدعم والتأييد وأعتقد أن هذه أستطيع أن أقول لكم أن هذا يعرض عدد الالتزامات الخاصة بالولايات المتحدة وكذلك الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة التي تستجيب إلى طلبات الحكومة الأمريكية لكي تنفذ الالتزامات